أهلاً و سهلاً بحضراتكم مرة أخرى نتفرقت الحقيقة على مباراة الأهلي و أمب الأخيرة لإداننا نفوس بيها بهدفين مقابل لشيء لكن كمان أنا شفت مشهد ولقطة بتبين قد إيه النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي غير أي حد لفت انتباهي لقطة مهمة جداً وليها دلالة كبيرة جداً جداً بعدما أفشى أحرز هدف جميل ولكن الأجمل كان احتفاله مع جماهير النادي الأهلي قلع التشيرت وحطه على دماغه وكأنه بيقول للجمهور أنتوا بس أنتوا يا جمهور النادي الأهلي أنا بقول لكم أنا آسف ما تزعلوش لو أنا كنت أخطأت في حاجة فمش عايزكوا تزعلوا مني وده الكلام اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم من خلال قناة الأهلي خلال الفترة الأخيرة هاي اللقطة هي حتيجي دلوقتي هو أفشى وأنا اتكلمت معاه كتير الفترة اللي فاتت كان حريص نوايا يجيب جون عشان يروح يعتذر لجمهور النادي الأهلي اهو ويقول لهم أنتوا على دماغه من فوق كل جمهور النادي الأهلي على دماغه من فوق أفشى لعيب محترم ولعيب مؤدب ويستحق مننا نحن نقف دايما معاه وعشان كده في هذا البرنامج كنا مش هو الوحده هو وكل اللاعبين والفريق خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله والشكر لله من خلال هذا البرنامج كنا دايما وقفين ورا فرقاتنا كنا دايما وحنفضل دايما وقفين وراه لأنه في النهاية حد بيختلف على أفشى حد بيختلف على الشنوي حد بيختلف على بقية اللاعبين اللي موجودين ولكن عشان أنا متأكد من هؤلاء اللاعبين وعارف أن هؤلاء اللاعبين هم اللي حجبونا الدوري هم اللي حجبونا الكاس هم اللي حجبونا بطولة أفريقيا مع التدعيمات الكبيرة والمهمة اللي بيعملها مجلس إدارة النادي الأهلي فعشان كده بقول لحضراتكم إن احنا دايماً في ظهرهم ودايماً حنفضل وقفين معاهم وحضراتكم تنتقدوا كيفما شئتم ولكن من خلال هذا البرنامج حنفضل دايماً دايماً في ظهر فريقنا وفي ظهر لعبتنا ولكن حنقول لهم إيه الغلط اللي بتعملوه حنقول لهم إيه الأخطاء اللي بتعملوها علشان الصح دايماً صح والخطأ بيبان لكل الناس ولكن محمد مجدي أفشى يستحق كل الاحترام ويستحق إن احنا كلنا نقف في ظهره لأنه بيحب هذا النادي من جوه قلبه بجد بيحب جمهور النادي الأهلي من جوه قلبه بجد لقطة أنا بشكر محمد مجدي أفشى عليها وبقول له يا أفشى اللي فات فات ولكن اللي جاي دايماً هيكون أصعب لأن جمهور النادي الأهلي ينتظر منك الكثير والكثير والكثير خلال الفترة القادمة